اشتركوا في القناة 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 يعني ربما حاولت الحكومة أنها توازن الكفة ما بين الصحة ديال المواطن وما بين حتى المشكلة الاقتصادية اللي كيخلفوا ربما الحجر الصحي فلذلك ما حبستش يعني لزاكتيفيتاي ديال العمل ولكن دائماً كينوا واحد تحفظ في الكلمات يعني يمكن تكلموا على حجر صحي كيحاول أن الرئيس يخاطبنا بواحد لهجة واحد لهجة اللي هي سهلة واحد لهجة اللي سهل أننا نتقبلوها يعني تقول لك غنبدا بشهر وإحنا ما غنبتش على راسنا وإحنا كنتسألوا والشهر كافي وإحنا شهر غايك فينا مقارنة مع العدد الكبير اللي كتسجل فرنسا حالياً في العدد الإصابات في اليوم غتسمحي لي أنتكر الأرقام ربما وهذا شيء مهم لأننا كنت تكلموها على إصابات اللي كتقدر توصل حالياً الـ 46,290 إصابة السكينة في 24 ساعة الأخيرة هذا عدد كبير بالساف يعني هنا كنقوله شهر واحد غايكون كافي باش أنه منقصوا من هذا العدد وثاني حاجة ربما كان شوفه وأكيد غتكون حتى أنتك تشوف في سكينة شنو واقع في الدول الأوروبية الأخرى نعم إيطاليا دول أخرى اللي كانوا احتجاجات بسبب حجر صحي اللي كانوا احتجاجات فرنسا ربما يعني صريح بالمدة أطول لأنه مثلاً إسبانيا يعني كالحديث على أنه الحجر الصحي غيستمر ربما إلى غاية ماء فبالتالي الناس ما تقبلتش أنه حجر صحي فما هذا كان ذكاء من رئيس الفرنسي باش يمشي معنا دوسمو خطوة خطوة باش نحن الناس نفسياً يمشيوا تدريجياً بتقبل هذا الوضع هذا فما قديش نقوله أننا متقبلينه مئة في مئة لأننا كان عرفو سكينة بطبيعتنا كباشر ما كان بغيوش أن الحرية ديرنا تكون مقيدة كان بغيو أننا نعيش وخاصة في واحد الشريحة مجتمعية لها الشباب كان عرفونا الشباب محتاجين يخرجوا محتاجين يصغروا محتاجين يشوفوا بعضياتهم محتاجين محتاجين بزرد الحويج لكن السؤال اللي نخصنا نطرحوه وخصنا نكونوا كيكا نقوله نكبروا عقلنا بحل هذه المواقف هذه بحل هذه الأوضاع المجتمع كيحتاج أن يكون الأفراد دياله ناس واعين وناس كبار في العقل ديالهم السؤال ديالنا ده بحالين هو واش عدنا خيار وحد أخر من غير الحجر الصحي واش عدنا وحد الحل وحد أخر هنا ربما يلقينا جاوب على هذا السؤال هذا را نقدرون فهمه ربما أننا ربما تضلمنا بحجر صحي أو لا ما تضلمناش ولكن إلا بحيثنا في هذا السؤال ولقينا أننا مكين حتى شي حل أخر فهنا ربما نقدرون تقبلوها نسبيا أننا معدناش خيار أخر من غير الحجر الصحي وعلى ياتي حال يعني هودا من قبيل المزحة مع تحفظي على المصطلح التنبؤات الفلاكية كتقول بلي هادشي غيسالي في شهر واحد شهر جوج مؤخرا طلعين الفلاكيين كيقولوا بلي كانت تنبؤات دياله أنه شهر واحد شهر جوج غتتعي المأساة نتمنوا على الله مكره ناس أنه هادشي يسالف في لمحة بصر كيف ما تنقول بسمحتي إلا سبيلا سبيلا فقط نضيف واحد المسألة اللي هي مهمة وما كانت تكلموه حاليا على فرنسا ما ننسوش أن فرنسا حاليا كتعيش في هذه الفترة هذي كتكون عنده احتفالات كتيرة أنا غيرتش عليك هذه النقطة حي تعرفت تفاصيل كتابة فرنسية غيرتش عليها لسمحتيالي فقط غين أخدوش الجامل المغرب وغنرجع عندك في هذه النقطة أنا يريد كانت في المحور الجيل نقاش يعني أستاذ نبيلا كيف ما ملاحظ بحديثنا مع هودا كان صعيب أنه يتخذ هذا القرار ديال الحجر الصحي الشامل لمرتين أخرى دول أخرى اللي اخذته بشكل صارم وبشكل صادم الشعوب ديالها كانت واحد ردت الفعل شوية عني فإلا أخذينا نموذج ديال إسبانيا أو ديال إيطاليا أو لبعض الدول وربما اللي كانت شوية قصحة فأنا تأخذ القرار ديالها نرجعوا للمغرب المغرب في هذه المرحلة كلها اللي عشناها مع الفيروس تفاجئنا في هذا الشهر الأخير بأنه الأرقام صبحات مقارنة كما كان قولوه مع لغادي بهالفيروس في المغرب الأرقام صبحات خيالية ومتيرة للقلق فيما يخص جهات الدار بيضا يعني الوثيرة في بقي الجهات كترتافع ولكن بأرقام اللي تعودنا نسمعوها كذا واحد الانفجار في الأرقام صبحنا نوعا ما نحسو بالفيروس داير بجنابنا يعني ويتك تسمع جارك شيح قريب لك شيح من العائلة من المقربين من الأصدقاء يا حالة وفاة يا إصابة بالفيروس بدنا كنحسو براسنا بحل الفيروس كي حاصرنا من جميع الجوانب وربما يعني أنا شخصيا الأسبوع اللي فات يعني اعترت الحافظة ديالي أنه بعض من الأصدقاء المقربين تصابوا للأسف أيضا تفاجئنا بصحة في قدير اللي فقدنا جراء الفيروس هذا واللي بصراحة يعني كنا بقيا تحت صدمة لأنه هي الموت حق علينا ولكن هاد الفيروس هذا خلنا نخسره بزاف ديالناس بطرق ليا صعبة الله يرحمه دريسوها بطبيعة الحال الله يرحمه استعلي ورحم جميع الموتة هاد المسألة هدي صبحاتك دخلينا نقوله أو الفيروس صراحة يعني ولا ضير بنا بشكل كبير كينا واحد الفئة اللي ممسوقاش بالمصطلح الدريجي ما كينا لابافيت لغسيل الدين كي يقولك الفيروس كي يجيغل واحد الفئة معينة ركي يجيغل الناس اللي عندهم الفلوس هاد مسألة بطرحة تستفزني بشكل كبير وصبحت نكررها على المستوى الإباعي عباد للفيروس ركي يجي كل شي اللي حمارة ما غنطقاسوش اللي حمارة يمكن انطقاسوهم بقف ديورنا بزيف ديال الهدرة بدأت تكدور فقراء تسك الوضعية الحالية يعني أستاذ نبيلا شو ممكن لكي يقول لنا على كيف قلت يا للا سوكينا الوضعية الحالية بحل كنا كنت نتضروها لأننا وصلنا لواحد لمرحلة ولينا كان نشوفه بأن الناس ما بقاوش بغي آمنوا بشي حاجة سميتها الفيروس دونك ما حدنا كان نزيدوا وكانت آدوا وكانتقاسو وهذا شروق علينا من فترة ديال العيد الكبير العقل ترى من سمى فاش بده هاد الانفيلات الكبير جدا دوك مني وصلنا لها ديال المرحلة سافي كل شي خرج الناس كيف قلتي كنشوفهم في الزنقاء كنشوفهم خارجين بدون اي اعتبار لأي حاجة لابافيت بتتكيدروها مني كيكونوا دايزين قدام شرطي او رجل امن كيبلهم في شي بلازة ما بخصة ما كانش لا وسائل تعقيم ما كان لا بافيت ما كان احتش حاجة لانهم هناك بزاف الاشياء نقدرون نقول الجانب النفسي بعض الناس كيرفضوا يعتقدوا بان الفيروس كين لانهم هما كيتشبتوا بالحياة بطريقة عادية يعني هو بغا يعيش بطريقة عادية جدا ما بغاش يدخل فراثه بان كين اشي حاجة كتمنعه باش يدير يعني ذكي يدير يوميا يخرج يتقدى يمشي عند عائلته يمشي الاحتفال للعيد يداروا العراسات يداروا الاختانات يداروا بزاف الحواج ونحن في هذه المرحلة دي الحجر الصحي حاجة محد اخرى ان الانسان يتق بزاف في راسه وفي القدرات دياله ويقول لك بان هو خيط صعب هو عنده لذن هو ومشي بالفيروس في الناج يعني جن راكين واحد باطل فرنسي عنده 34 سانة باطل في الجود وبطل عالمي ومن الاول الاوائل اللي ماتوا بالفيروس دون هادشي مشي يعني انك انت بصحة جيدة رهما غاديش تموت او لواحد غادي موت هادشي ما يختارش لان احنا ما عارفين كيف يرياجي مع هادك الفيروس لانا من تجارب اللي سمعت ولي ضايرين يعني بنا رخصنا فهمو بان الفيروس ما كيقش فقط غي واحد الفئة ربما انا تبعت احد الاشخاص اللي تصاب واللي مدة اسبوع ولا طيح الاربعا دي دي في كل تغ رسپيراتور عنو مشاكيل على المستوى التنفس كانت صعوبة في الولوج لان الارقام ذات كتلع يعني مدة اسبوع والان طور الحمد لله العلاج ولكن السيد باقي مصاب بكوفيد الى يوم هذا ربما زياد على شهرين تقريبا ومازال مصاب بكوفيد ايضا سمعت بان السيدة في المحيط ديال اسرة معينة كانت حامل بتوأم للأسف تبت كوفيد فاضطروا انهم يفتحوا السيدة الاطفال الحمد لله بصحة وسلامة ولكن هي توفات بسبب مرض كوفيد اذا خلت مرمو راها توأم وبنيت اخرى اللي بقوا دباء يعني يكتب عليهم اليوتم ولكن راها تجربة مريرة لمرت من هذه الاسرة هذه ناس متقديمين في السن وقدروا انهم يعني ناس متقديمين في السن عندهم تغصو عندهم مسكر قدروا انهم متجاوزون الفيروس موقع ولكن كان الناس اللي ما عندهم حتى شعرات وتوفا بسبب الفيروس إذا الرا الفيروس مش كفتار الهدا كبير غندي الهدا صغير غنخلي يمو عادة يمو بيسر هو حلم تفتار فقدون لا لا تفضلي تفضلي لا قلت اما هي معادة لا ما عنده يمشي ضغياء في قدر يوم الفيروس صغار عندهم مناعة ولكن لا تفاجأ ان الناس شباب ماتوا وكان الناس اللي هم كبر في السن قدروا انهم يتغلب عليهم لان علميا المسألة مشروحة علميا علميا احنا يعرفين بان كل جسم يتعامل مع الفيروس بطريقته على حساب اشنا هما المناعة والمشاكل احنا يتصاب بالفيروس حاجة واحد اخرى ان الناس مصابين بالفيروس وهذا من الاسباب الاساسية اللي خلت هذيك الاعداد المهو اللي تشوفها هو عرف رأسه في الفيروس وعرف رأسه مريض ويخرج ويطلق مع الناس ويخدم ويهز الناس رأى حالة كانت مشهورة في مدينة محمدية واحد السائق ديالتاكسي هو عرف رأسه انهم مصاب ويخرج هزي تاكسي ديالو حتى ضح مات مات ولكن بعد اش شحال من واحد تصاب شحال من واحد دستي العدوى دونك رأى هنا حاجة خطيرة جدا لان مني كانفكروا فيها سنقولوا رأى تلبي على الجانب النفسي كانقولوا جسكا هذي الجانب النفسي يعني احنا يمئزم الناس ذاك شي علش يتصرفوا بهذه الطريقة كين أخطر من ذلك أن الناس لا يخسروا العدد الكبير من الناس يقولك أنا ما خسر والو أنا اللي لها لها هي أن ركز قدر تقدي ناس اللي بغاهم يحفظوا على حياتهم وحيات ولداتهم اللي بغا يعيش بديني تالي يحاول يدير لك شي علش قدر باش ما يقديش ناس وحدين آخرين إذنك نشوفوا أعداد كبيرة جدا واحد الحالة لسوكينا بأن نتدت مدينة دار البيضاء وكانت مدينة محمدية ما زالت مفتوحة واحد ظاهرة غريبة جدا أن الناس يأتي إلى مدينة دار البيضاء محمدية يغسلوا في الحمام هذا هو الفضاعة يعني يعني لبيع بعض ذلك يخص نحطر مو ما محترمينش يعني را كانوا شيخويج لي ممكن يكونوا فيها الفين وثلاث الاف الدار بيضاء را وقلها في عشر الاف را وقلها ذلك الأعداد الناس لي مكيمشو للهوبيتال ومكيمشو شدروا للتست ومكيمشو شدك لروا وزارة الصحة أنهم مصابين نحن را ما عرفين شل عدد ديالهم الحقيقي ذاك الشامل را ما عرفتش واش دباح نحن الحجر الشامل ولا خسنا كل شي يخرج باش كل شي يتعاد باش اللي عايش يعيش ولي ما تموت را المشكلة أننا لدينا واحد النوع من الأفكار اللي تروش في المجتمع اللي بالصح تقدر تكون خطيرة جدا لدرجة أنها كان آدي وناس اللي لم تخرجوش من ديورهم ناس وليدي أو للجد والجدة وكيستقوم ساكن داخلين في كومة لا يمكن أن يدفعوا رأسهم وكي توفوا وعندما على التطوين نعم هو الإيسار يتحل بالروح المسؤولية بالروح الإنسانية يعني أنا شخصيا كان عود نرجع للحالة المحيطة السيدة خذتها من السنسور جرها مصاب ينزل في السنسور لا يوجد البافيت لا يعلم الجيران معنى مش تسنديق أرى ما شي عيب فهي ذاتها من السنسور إذن السيدة يفضارها دير الحتياطات ديالها إلى غير ذلك ذاتها من السنسور وكانت الحالة صعبة بزاف ومرات من تجربة صعبة بزاف فخصنا نتحل لو بحض نروح بالإنسانية في تعاملنا مع الآخر أرى الإنسان سيعيعيش بتأني بالضمير لكن سبب في الموت ديال واحدة آخر بسبب فعلا فعلا طبية الحال طبية الحال بغيت غير نقول واحد الحاج رأسك هنا وسادة نبيلة نحن نجمع كل شي شعب كان خافوا من إمكانية أننا ندخلوا في حجر صحي أكثر ما كان خافوا من عدد المهويل اللي كان سمعوه كل نهار دير الوفايات بسبب هذا الفيروس وشفتين معادلة كيف جديرها وإننا كان خافوا وما كان تخلعوش من عدد الموتى اللي كيموتوا بسبب هذا الفيروس يعني ما كينش تحمل مسؤولية نهائيا فيما يخص هذا الوابع وهذا شي اللي ربما مبدن بزر كان واحد نوع من التبغيس ديال داك شلي كيوقع يعني إحنا بنسبة لنا ما شوش كيطبيع طبعنا مع الشيف ما بقى وش كيخلعونا يعني ما بقينش تقنطل إذا عمني كتكون ستد العشية وكيكون اللي شيف راك نهائيا كل شي كيوقف كيتسن أشنو واقع داك عادي اللي شيف خطأ العين هابطين ماشي مشكل حاجة واحدة أخرى أن ما كتخلعناش الموت را هذا مشكل كبير را ورى شريحة كبيرة في المجتمع ما كتخلعهاش الموت وفات ما شي كنقول أن الموت خاصة تخلعنا ولكن الموت كتردعنا كنقول على الأقل أنني هذه روح المسؤولية كن كن بها باش مني كنكون بالناس الضيرين بيا ما كان قاديهمش أنا إلى حياتي ماشي غالية عندي ماشي شغلي هذه مشكلتي أنا ولكن ماشي من حقي أنني قادي ناس ما دروا لي يتشي حاجة يعني أقصى ما كان أنهم ممكن مثلا ما يموت ولكن يعني أربعات الأسابيع أو الأستاذ الأسابيع كيل لشهرين كيف قلتي وهما كيكون تحت التنفس الإصطناعي وكيعاني كتير جدا راحت كخصنا لفيروس الأزياد من خمسين يوم يعني كينا حالة للفيروس يوم بنتها استمر فيها لأزياد من ستة وخمسين يوم إذن ستة وخمسين ما يأخذو الخياتم منتبعين إذا المسألة لم نأخذوها بدل فكرة الاعتباطية أنا سأرجع لديك لنبيلة ولكن قبل لن نحن لدي هودا هودا كان عرفو باللي فرنسا بحل سائر الدول الأوروبية شهر ديسمبر ونصف نوفمبر يمكن يعتبروا شهرين اللي هوم كيجروا العام كامل يعني مجموعة من القطاعات كتشغل مشكل كبير على هذي الشهرين هذو لأن حتفالات نوال حتفالات نهاية السنة مجموعة دي الأمور اللي كيتبع فيها الشخلات الحوايج كيكل بزاف دي الحوايج حسن نوك الناس اللي كتصافر في هذي السطرة هذي باش كتقدم مثلا العام إلى غير كل واحد ونمط دي له في الحياة إذا هذي مرحلة اللي كتكون أكتيف بزاف لاحظت في النشارات الإخبارية الفرنسية أنه بعض المختصين في الشوكولات الورود البرخفين إلى غير ذلك مستمرين في العمل ولكن درت واحد الإمكانية دي أنهم يدوزوا لكوماند أونلاين يعني كتمشي للباب كيكون مدير معك الوقت اللي غادي تتوصل كتاخذ لكوماند وكتمشي في حالك يعني ما خاش يكون لوتوغ لأنك تخرج إلى غير ذلك حل من الحلول التقيعية لشي شوية باش تبقى الحركة ضيرة كيف ما تنقله ولكن كين تخوف كبير لأن بجفة القطاعات كتربح في هذه الوقتة هذه كتجر عليها العام دي لها في هذه الوقتة رباح هذا العام باش تخلص الشخص دي لها سيكون في هذه الشهرين هذه فإلا عندك الحق سوكينا فقط نضيف أن نخرج القرار للحجر الصحي ونعلن عليها رئيس مع تفاصيل كثيرة حول هذا الحجر يعني ما عدا أن يكون مدارس مفتوحة ويكون المجازين التي تبيع مواد مهمة للحياة بالإضافة بعد يعني لكوميرس ولكن حاليا هناك ويكون أحد الكثير يتسأل ماذا سأجد الحلوط الجالية أو سأجد حاليا لماذا سأجد حاليا وإن سأجد هناك كبير ويكون تظهر مازال يؤكد لهم وعندهم تفاصيل ربما سمعت اليهود حتى يجب المحل التي سأجد 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 نعم لماذا سأجد مثلا أعطيك مثال بسيط المحلات المختصة تبيع الماكياج والعطور ومعروفين المحلات معروفين طلبوا منهم أنهم يسدوا في حين أن في بعض الذي يبيع الماكياج كانوا يبيعوا العطور وكانوا يبيعوا الماكياج لذلك هنا وقع نوع من التنافس لماذا سيسد وإن ستخلق لي مشكلة وإن ستخلق لي كريز إيكوناميك وإن سيبقى عيش الحياة يبيع ويربح هنا ما زال أنظمة التي يتسمنوا الرد من الحكومة لتعطيهم تفاصيل أكثر ماذا سيسد وماذا سيسد فعلا الفترة التي نحن مقبلين عليها في فرنسا هي فترة مهمة بزاف يعني ساكخة كيف نقول نويل ساكخة عند المجتمع الفرنسي الناس يسافرون الناس يشريون ديكادون الناس يأخذون ربما فترة من الراحة هذه اقتصادية يعني يبيعو كنا عرفوا أن الفترة معروفة بشوبينج بالكادو بزاف تالحويج فهنا ربما فالفترة الفرنسية هو ما عندهم يعني يبغي ويشريون الحويج ويتمتعو في الحويج فهذه الفترة هذه مستنة لأنه يكون مجموعة من الأمور إذن هم عندهم هذا شي يرتب إذن هذه الفترة سيكون فالبيع الشراب المعقول هنا دابا وقعين في تساؤلات كبيرة واش غادي نبيع ربما كان الناس اللي كوموندا وسلعب بشكل كبير وما عارفين شواش غيقدروا أنهم يبيعوا هذا الشي في حين مثلا أن الناس اللي كيبيعوا عبر الإي كوميرس يعني عبر الانترنت بحل أمازون بحل مساف دل المواقع ما كيشهدوا حتى شي مشكل فالنكترا بالعكس كيشهدوا عندهم المبيعات كما هي أو ربما أكثر لأن الناس ما كيبقاش عندهم خيار أنهم يمشوا والمجازين يشريوا بل كيبقوا غير مع التليفون ديالهم وما ديجرهم كون في الدار تليفون أشا بار انترنت جو كوموند اي جو رسو لأ 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 هنا كي نزار ديال الأمر وحاجة أخرى سوكينا ربما كنت سألوها حاليا وهنا ربما غاد ربطها حتى بمسألة ديال الواعي الفرضي الواعي ديال كل شخص حاليا الحدود مخفولة غير أوروبا نحن في فرنسا ما نقدرش من نسافره من غير الدول الأوروبية في حين أن كيني دول هنا في أوروبا اللي ما نزل فاتحين الحدود يعني هنا إما جين معي مثلا أنا بغيت نمشي المغرب ما نقدرش نمشي من فرنسا ولا كرة نمشي الواحد دولة أوروبية ومن ثم نأخذ الطيارة ونمشي المغرب يعني عود ما ندير انسول فول نقدر دو فول وهنا نزيد نعلي المخاطر أكثر فإن نقدر نهادي أو لانتعادة إذا ما نكون أنا إن شاء واخذ كوني دير التاس ديل 48 ساعة ما يبقى إفكاس ما يبقى إفكاس بإن فالأكثر هنا ستبقى المسألة تتعلق بي أنا وبنسبة الواعي جالي أنا سأل انجلس مع راسي ما نقول ماذا هذه الفترة مناسبة لي لكي أنا نسافر ماذا أنا ربما واحد لمدة ما نقدر نزيد أكثر وإش أنا ربما نقدر نسافر بغى نشوف الأهل الجالي بغى نفرح ولكن نقدر في هذه الفترة اللي أنا نغمشي عندهم نجيب معايا واحد الضيف اللي هو غير مرحب به هو كورونا ونعادي الأهل الجالي ونستقف يعني في مشاكل أكبر فربما المسألة اللي الموت مشي سهلة والموت بوحد طريقة اللي ربما كانت تعذبوا فيها كان الناس اللي تعذبوا اللي يرحم هم قبل ما يموتوا بسبب أنهم لا يقدروا يتنفسوا فهنا إلا نحسينا بالخطورة دي الوضع فغنساهم أننا نحدو من الوباء لأن ربما كان هذا هو المشكل اللي خلى فرنسا حاليا نترجم الحجر الصحي يقلت الوعي بعد ما تفتحوا لنا الأبواب وبعد ما خرجنا من الحجر الصحي الأول ما كانش وعي كافي باش أننا ما نوقعوش مرة أخرى في حجر صحي نعم يعني أستاذ نبيلا ربما وصمة العار خلقناها في مجمعنا أنا ما فهمتش كي الناس يجي كوفيد يقول لا لحش ما خدش نسي عرفوني رغي يخافون مني ما خدش نسي عرفوني رفيا كوفيد وخدوه 14 يوم ما غي قيصونيش ما غي قربوش لي ما غي حاديونيش بحال كيف كانت ثقافتنا وحد لقيتها مع السيدة كانت ثقافتنا وحد لقيتها مع الناس واخدينها بهذا الصورة يعني كانت السيدة وصمة عار وكان بزر الناس اللي ماشي بالضروري عند ارتباط بعلاقات جنسية غير مشرعانة نفس المنطقة صباح لدينا مع كوفيد يعني الإنسان يقول لا الناس يقول أخي السائين يقول لها سيد ره انت تستيب بوزيتيف قصك تاخد دواء ديال يقول لا أنا بصحتي ما عندي تنمشكي ما فقط الدوق ما فقط شمال ما أنا كل بخير وادا غير ما بغير ونأخذ دواء وصافي كنا إشاعات خورا تقول لا ره دواء يقدر على القلب يقدر يدير مشاكل يقدر كذا يقدر كذا فأوتوماتيك من الناس عندها مشاكل في القلب أو لا تصاب تستيب بوزيتيك تقول لا أنا لنأخد دواء لما نموت بكوفيد ولا سكسا قلبية كأن نوزع الفكرة كيف تبلور ولذي لدينا وصمة سعار أنا كنقول دير الاحتياطات ديالي أنا شخصيا دير الاحتياطات ديالي يجا كوفيد ونصرح بكوفيد ويمكن نخرج للناس عبر ستوريات وندوي معهم وشنو نحسيش كل نهار وشنو واقع وشنو ممكن يتطور لأنه ممكن أنك تعاون الناس يتفادوا يعني رأي ممكن أن هذا التصرف يولي في واحد تعيي الناس وهذا هو الدور ديالنا جميع إذن علاش خدينا بعض صحفي اللي تصابوا بكوفيد وداروا يوميات وداروا يعني كيف تطور عندهم الفيروس وكيف كان تعرفعوا الفيروس معهم بش يعي الناس هذا هو الغرض فهذا المنطق هذا كيف يمكن ندروا لي واحد القراءة يعني نفسية وحتية جميعية خاصة في الفئة اللي حسن العوان في ياخذ رزق بالنهار وكان الناس اليوم ليس فقط غير مشكلة الصحيرة لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة وعويس الناس كان لم يلاقي متأكل الناس ملفب بأشغال مياومة الناس لقطعات وقصات الناس لفقدات الخدمة المجتمع عندها علاقة بالمرجعية الفكرية دي المجتمع كيكون نحن دائما واحد الشعب لا نريد أنه مراد سيكون من هذا مراد بسيط لا تقول لنصر أنا مريض لأن إذا مراد سيكون نقصك شي أو لعض فاسد في هذا المجتمع نحن دائما نخبي المرض ونخبي الإصابات ونخبي شوف مثلا تكون سيدة مريضة لا تقول لعائلة رجلها أنها مريضة لأن هذه مريضة سيقول نري هو مسكين لأن مراد مريضة أو العكس هذا مرجعية الفكرية لدينا من زمان يعني ما لدينا ليس حال هذه أي مرض كوفيد يعني نحن عارفين في الداخل إن كونسيما بأن هذا السيد الذي لا يحمي رأسه و لا يحمي الوسائل الاحترازية ركي عارف رأسه بأن هو مسؤول نوعا ما عن هذا شي دونك هذا كوفيد يقول بحل اتهام ليه أول لك نعود نسطر لديك المسألة لأن هو ما قيم بالمهم ديالو و ما حاول يكون حال الإنسان إيجابي يعني في المجتمع ويحمي رأسه ويحمي الناس الأخرين دونك بحل ترجع همشاكل أو اقتصادي يعني طبقة لايحس العوان ما تلقاش يعني 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 كل يوم برزقه هذا مئ الناس عندهم مناصب كبرى كان فيهم الفيروس وخارجين وخدامين وهم بالفيروس ويقول لك أنا ردير لأبا فات لي يعني 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 أنا ما فهمش بأن هذا الطبيب يدخل يشوف مريض في يرحمهم الله يرحم جميع الموت أنهم مشاو مساكن ضحايا الكوفيد ويجعل جميع الاحتياطات يعني يعني نحن ممكن نكون مستخدم كهذا الطب هذوك ونقدر نكون وخان عق محتن عياء وخان دير محتن عياء ونقدر نصل للمستوى الواحد ره طبيب يعني وسيونتيفي ما عارف شنو كيدير وكين السيدة تصابت بكوفيد السيدة تشتغل في منزل يعني عند واحد ناس السيدة مولت المنزل قلت لها يكون مريضة أجند البلويت تس لقد أن السيدة فيها كورونا لا يعني مهم مدروا الأمور بطريقة صحيحة لأن السيدة كانت معقلها وهذا مشكل في تلقو في الزوج ديالها يقول لها جبتي لي شوها وفضحتيني حجبتي ليا المرض قالوا الناس لم يبقوا يهدروا معي كان لحانوت لم يدروا هش فيها قالوا كنت أصلا لا يريد تخرج يعني أن عندك زوجة ديالك مصابة وهي مشتل الوبيتال ستبقى في حجر السحر 14 يوم يعني هاد الفكرة ديال أنا أنا رجتي هذا أن المجتمع سي يرميني وما غادش يخضر معايا هو بدت التصور ديال الناس هو أصعب بكثير من أن أنا مريض ونحمي رأسي ونحمي الناس وإحدين أخرين يعني يشوف بأن الحياة الوزن ديالها ماشي مهم كالمجتمع واش غادي تقبلني أو غادي يدرني في الهامش دياله قالوا كل مجتمع نغمال مخصو يدر تش لأننا كلنا معرّضين أننا نصاب وكيف قلت لالسوكين كانوا بزر الإداعيين والصحفيين والممتلين رأى آخرهم الكوميدي عادي الرمزي اللي قالوا أنا كنت غايب لأن كان فيها كوفيد وشرح بالضبط هاش نوقع لي وانا لقيت بأنها مسألة جيدة جدا لأن أي واحد في الإعلام عنده على العاتق ويقدر يوصل يعني يشرح لأن وقع بشي وعي الناس يعيب وحرام يعني لا يغزم فينا ناس ماثوا يعني يجب نتردع واحد شي شوية وهذه المرجعية الفكرية يجب نبدل هذه الأفكار ونضع في بلاست ومش أخر هاد كوفيد رأى قدر علينا صدر ربي رأى الله سبحان وعلى يقدر على الأوائل دي كيف كنت كنفكر فيها يعني واحد صبي رأى ممكن تصبي وأنا كناخد صرف من عند ملحانة ممكن وأنا كنخلص فلاف أغماسي يعني أي بلاسة ممكن جين هي مني كناخد كمثال رأى الناس زوجات وولدت الولاد وعي حياته عادي وهي مصابة ولكن باحتياطات إنسان مصاب مع إنسان غير مصابة أو لإنسان مصابة مع إنسان غير مصاب وعاشوا حياتهم عادي إحنا للأسف إدنا واحد التقل الشيماعي للأسف مش معنا ما زال إحنا نعيشو للناس ما نعيشوش لراسنا ما نشوفوش راس أحيو وش نخصنا نديرو وش نمع راسنا دي ملا هدك قلي يلا هدك شف يلا هدك نعتني إلا هدك علش أنا دير هك علش اللقور دير هكذا ونفس الشي اللي مشف يعني أنا بلتخذك أسمع شي مصطلحات كتكون صادمة في الصراحة فإنسان كتسمع مخالط وكان قول لك ودخسك سبعت عشر يوم لا 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 أنا ما في أول وراء الناس الاخرين غيشوفوني وغتخرجوا تسلموا وتعمنق السيدير أسلموا العناقرة ما يمكنش إلا وما يمكنش تلقينا مع الجيران والحباب والعائلات البرحة أنا كنشوف في الشارع جوجد الناس وقفين تيدوي ومنزل البافيت أكوى صفر علش أنت منزل ديك البافيت حي داقع لأنه المفروض أنا تكون دايرها يعني ومنزل البافيت ومجمع مع السيد وكيدوي معه وذلك عنده عائلة ولأخر عنده عائلة ومخجير إلا سمحته هو 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 السيد اللي مرت ما غادش نعطيه أنا عذر أنه يفكر بهذا التفكير هذا أنه ما يقول للناس وأنه عشياته ولكن نحمل شوية المسؤول يحتمل للناس الآخرين لأننا ربما في المجتمع بعض مرات بعض مرات كنقول قلة الوعي كدخلينا نفكر أفكار اللي هي ماشي صحيحة مثلا أن واحد الإنسان مريض ويقدر يقول لنا أنا صافي رات شافيت وراني درت التاست وراني طلعت positive ونبقوا نعطو به على أساس أن وها هذا كورونا ما تقرب إليه وها فهمتي يعني نحن نساهم بعد مرات أن الناس يتبنوا بحل هذه الأفكار هذه كل شي كل شي علميا نشوف الناس المختصين في المعجل أش كيقول أش كيقول لنا أن الفيروس سيبقى واحد لمدة أن كمين كتحاود تدر التاست ويطلع positive ربما بعد مرات أو negative وبعد مرات الناس يدروا جوج مرات التاست من بعد ما كيتشاف ويطلع له الحمد لله negative فهذا الإنسان ما نبقاش نبعده منه أو نخاف منه أو مدام هو صحة جيدة بيان مع احترام للدستانساسيون هل رجعون عمقوا وننضروا فيه زعماء وعلى إسلام لا أنا ما كنقول شي كون لكن يعني ما نبقاش نشوف فيه ذاك النظرات جال إنسان مريض وأنه يقدر يعجينا يعني نحاول نغير شوية الأفكار جال إذا هذا الإنسان سمحوا لي هذا الإنسان هو الراس يبعد منه نقول لي اللي لنا مخصوش قرب لنا لأنه ديجت هذا المرة اللولة وعلميا يقدر يعود ياخد لفيروس مرة أخرى لأنه يعني يعني يمكن يقدر عاودي ياخد حاجة محد أخرى أن رأى المشكل في كل شي يعني جميع الأطراف هم مسؤولين أي مشكل يوقع أنا طرف فيه والآخر طرف فيه يعني النظرة ديالولي رأينا اللي عطيت لي نوع من هذه النظرة رأينا اللي كان قوله لي وانا كان نحس بالخاجل لأن أنا مرت وكان يعطي لي على أسل أن رأى شي حاجة باللات نخبي ها لماذا لا تقول لي لها لذلك من يعطي الفرصة هو ياخذ الفرصة ويتمادى فيها لأن بزاف ديال الناس ما قادرين يفهمون كيف هو الفرق الكبير بين واحد مصاب يعني مريض عابطي هذي أنا كتشبالية في واحد الحاجة كتشبالية في القمل من يكون لدي دبي دول عابطي من يكون دول مراتي كان شوف فرنسا يضحكوا 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 ويضحكوا ويضحكوا هالشانبوان اللي نديروا لأكل هذا حنا روح كين دوا في الفرماسي اغطالي شعر حاودي بدوا سافي سالينة مكينش مشكل عنا مأساة عنا مشكل كبير جدا برعلا ممشوز هذا التصرف اللي نديرو مع البرازيت للعالم كل هو يضحك لي كان دي باند دي سيني به هادو البرازيت درال كيدحكو بيهو ألو ك هكذا بيهو الوليدات امشي غل الوليدات الوليدات ولا ماما هادية كان قول هادا كم الساخرة مكتة الله وشفيرة مكتة تاني وشفيرة كبير رج مع عشة هادية جمي جابوها مع عشة مع عشة جابوها مختون لتو ام لشوف برابر حا صحيح احنا نحن 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 كورونا رأي نحن نحن نعتبر بان كورونا ما عرفت جبناها من شبلاسة قبيحة من شبلاسة المسخة قالوا كسك لأي شوف دابا هنا هدرب عيام ليدات رالي حضر السلامة شنو غيوق احنا نحن 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 وانت حمد المسؤولي سيف الكلام اللي كنقول إلا كنغيف المناسبة ديال ديكرة الموليد النبوي ذاك العدد ديال ناس اللي خرج سواء في درب السلطان أو لما أنا أعطي نموذج درب السلطان لأن الأرقام كانت كثيرة وذلك ما تسمى إلى ما خرج واحد نصف مليون ديال المصاب را 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 ممكن لأن نظم مزاح ما معانق مسال ما كل شي ديك شي إذن للأسف را لكن لدينا الأزمة كبيرة على المساوى الوعي شنا فيديوهات ديال ناس عبد الله لتصاب وجوب شدي وهم يتسالم ويتعنق وابس لم عليك رفق كوفيد وعبد الله ومن هنفسروا للناس وكيف نقنعوهم بأن را ما خاصناش نتسالم وما خاصناش نتبوس وما خاصناش نتعنق خاص لديستان سوسيال خاص البافيت خاصنغسلو يدينا خاصنحكم يدينا أنا بصراحة بجميع اللغات يمكن كان قولها من اللي تزد لدينا كوفيد وحنا نقول عبد الله ما خاصناش را شخصية من بودة خاصننح عين ما نوصل لم ميساج بجميع اللغات ما عارش الناس وإحنا أعداء نفسنا ربما أنا ماشي فقط في المغرب را في العالم كامل ولكن في المغرب بوحد صورة اللي شي شوية كتبين وحد عدم الوعي ذات داب احنا كتبين كبيرة بززاف وحنا كنمشوف هالطريق هذا راح دول أوروبية خرجوا مظاهرات كيقول لك احنا ضد الكمامة وما نقدر ندير الكمامة لأنها حرية شخصية عندهم فلسافة ديال ومحد أخرى كيعبروا بها بهذه الطريقة احنا المشكل هذيك الفلسافة ديال لنك تدينا الهاوية لأنه هما أصلا كمجتمعات مجتمعات يعني تيقول الفرد عيش بوحده ما كيكون بزاف ديال العلاقات ما كيكون بزاف الخروج ودخول احنا كيف أرا هما أبانوا على قلة الوعيف جل وشف الأوروبية عندهم عندهم الحياة وما شاء الله إلا غير تلاقينا وحج عائلات كوفيد دارت فينا غذا ورا ما عقوش البلطة فين نمشي رغنبول لكم واحد المسألة رغنبول لكم واحد المسألة سمكوالي بحكم أنني عايشة هنا وعيشت دايجة في مغرب وكان عرف ناس اللي تهم أنني مغاربة وعرب وجنغال المشكلة هذة رمكينش غير تم في مغرب سوكينا ورلنا نبينا احتهنا ولينا كنحسو أننا كنحشمو كنحشمو أننا ما نمدوش يدينا لشي واحد احنا بطبيعتنا كعرض وبثقافتنا وربما بالأشياء اللي تربينا عليها تربينا على ذاك الصواب الثاف وعلى ذاك اللي أننا كنقراب من بعضياتنا فحنا ناس حاليا هنا في أوروبا كنحشمو أنها تكون لك العيب أنني نطلقها محجارتي وما نسلمش عليها وما ننقعش وخاك هنا كورونا اللي راتقدر تأخذ عليها واحد من نظرة لأنني أنا ربما شفت فيها واحد تشوف ناقصة رات أكد لك أن كينا فاذا كنقول هالناس اللي قربين عليها هنا يعني من العائلة كنقول هالهم وخاصة ربما الناس اللي شوية متقب من السن اللي صعب تقول لها إذا تلقي تيجارتك ماذا ربما نقدرون تنسلم السلام من بعيد كمضيجان ولكن الناس اللي قل لك متقدمين في السن صعيب أنك تقول لها إذا مشيت للسوق مثلا تقضي وتلقي تيجارتك ما تسلميش عليها كتقول لك اللي غادي تأخذ ها من نقلة صواب كنحاول نشرح لهم أن هالمبادرة عشنا نفسنا مغي تغياش الآخر نعم هو شرطيرة مهمة بزاف أنا شخصيا كنا عرف نموذج سيدة متقدمة في سن لرفضت حتى أنها تتقبل حتى أولادها بيصدل لها هناك ناس مصابين برافو عليها اختيار لها أنا كنبغيكم كنحبكم كنمتعلكم ما نشوف واحد عندي تيسال لها جمعوا ما طوك كن المشكل كل واحد يقرس دار كل واحد يحمي وليدات وحنا نشوف في سكايب وفي الواتساب وفي سميت ما يوصل لحد ما يحدين أحد السيدة عايشة هي المساعدة في البيت ورفضة أنها تشوف أي واحد من العائلة يعني رفض بات وقاطع طبعا الحال من شهر ثلاثة يومنا هذا السيدة ما تخرش مسألة تقبل أنني ربما نهايت تقوم بذلك الطريقة فبالتالي كل واحد يلزم تظهره قرر فداته وطبقاته مع وليدته وحترموه فيها إذن خاصة يهمه بأن يريد كل شي بخلص يريد وما كي نأمتلة كثير هكا كي نأمتلة بالصح يالناس انتخذين هذه القرارات يعني ما يجي عندك حد ما يمشي عندك حد ولكن المشكل فين يوقع كي يوقع أن إحنا ما فاهمين بأن أوروبا يلقع بينه على قلة الواعي وخرج وما كان عندهم متبعد عندهم مستشفيات لك تستوع بأعدد هائلة من المصابين راه المصيبة الإحلا عندنا إحنا مني غادي ندب سولي الميت إحنا دبرا وصلنا الكثير من 800 حالة خطيرة جدا يعني إحنا يشحدي الأسرة عندنا في المغرب راح نرى ماشي أوروبا نرى فرنسا ولمانيا ونرى نجليز وماشي بلد من بلد الأوروب نرى نرى علاقة للحال نحمي راسنا باش ما تسلقي شرع راس عبر ملاقش أوكسيجان ملاقش فين سبيتر يدخلك لأن الصح ما عنده ملاقش نسلم لحشو ما يعني كتولي أنت مني ما كتسلمش كتولي أنت أكستراتي غاستخ ولكن مش ماشي ماشي يالو اه با يالو أنا أكستراتي غاستخ أنا ما كنسلمش لا أنت زيدة أنا زيدة فيه من حقي أن نزيد فيه أنا واحد السيدة اللي بغى نغزب هدوك للميت لأن نحنا دائما نسلم باب قاهرة عام لما نسلمش فيه اللي فيه مشكل لذلك رأي هنا مشكل كبير أن نحنا ندخل رأسنا في ديمول كي سحبنا بأن العلاقات عندها قالب واحد رأي نقدر ندير علاقات متعددة بأشكال متعددة وبطرق متعددة ليس نحن نعيد نمشي عند الناس أنا عيد أتلي واحد سيدة لها ما نعيد سيدة قلت لما رتيح الوقت لها وش لباس لكي نحن يعني أنا العام كله ما معقدش على التعيد من الأعياد لدازو لأن دراسي سوف يمثالي ذلك كله وستند باين سنن ونشوف أش نوكاين يعني ذلك شي كي نرى هادي تدري ولكن ما كان اهتفالات ما لن ننجي عن تش يحد كان حمد لها عائتك أو لا هي بعيدة عن لها ولكن كان لا سيدة لأن كل واحد داخل وستند لي لأن هذا لأن لم يكن أخيرا لن أخيرا لن ولكن المشكل يوقع أن نقول نحن نحن نحطر ونحطر ون نحن 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 هنا المشكل عدم تكاف الفرص في الإصابة بالكو والمشكل أول معنى الحقيقي لأن المسكن هو الإنسان يسا تسد علي وما خرج وما تنف وما صفر وما يسا 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 أخر مستهتر يمكن أن يدي بالإصابة جال هذا شخص يدير الإحتياطات كلها هذا رفك لأن عدم الفرص اجتماعيا وإنسانيا وصحيا طبعا الحال سنعود لديك هودا هودا أكيد أنه اليوم المجتمع الفرنسي تقلق بأن الكونفينما سيكون شهر الكونفينما وطبعا الحال مع مراعاة مجموعة من الأمور مجموعة من الخفيفات كيفما قلت وكان مجموعة من الأمور مبهامة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللي ستتاير مع الوضع وكيفاش ستكون ردود الفعل ديال الشعب الفرنسي بطبعا الحق خصوصا وأنه خصوصية عند شعب فرنسي هذا ما ينغيش بأنه كان بعض السلوكات وبعض التصرفات الغير مقبولة اللي تشافت واللي طرأت واللي تسمعت بالمجتمع الفرنسي خلال هذه المرحلة هذه خصوصا واحد الفئة معينة في أدي المراهيقين الشباب في أدي الكاهلي أو المرحلة اللي عمرية الناس لي ما زال بغت خروج بغت شبرة بغت تغدى بغت تلقى مع صحابها إلى غير ذلك إذن هذه المسائل كلها زادت من الوطأ لأنه نسبة الإصابة خطيرة جدا منك 47 ألف حالة تقريبا رقم رقم مهويل أنت رجدوا ربي أنهم ما نسمعوش في المغرب هذا الرقم نقول وما كان بازا رحنا يضلها في 2003 أجن طلعوها لأنه أولي الأسف رحنا لأنه منطقة غريب جدا الله يخليكم لما راح 4,000 وست 1,000 رفحال لأن 3,000 وصلنا لست 1,000 3,000 وربعة لفحالة رفحال 40,000 1,000 حالة لفحالة إذا نحن ستعادلين إذا قامنا المقارنة ستعادلين فش يمكن لك تقول لنا على تجربة من هذا الجانب من هذه الأمور هذه تشوف سكينا كي قلت لك هي الموجة الثانية من الحجر الصحي التي نحن نحن نحمل المسؤول وأن لم يكن استعداد للموجة للإصابة بالكوفيد التي كانت معروف أن تكون الموجة للإصابة ولكن لم نستعد لها بما يكفي لكي نجنب حجر الصحي لذلك نحمل ربما المسؤول الطرفين المجوج كنحن نسؤول المجتمع الفرنسي اللي إنفو تطلق له كيف نقول الحزام وغير نحن وإنفو تحل له البيبان عاش واحد الحرية تامة بحل يحتش حاجة عمرة مكانت يعني نشوف ناس يخرج يشوف في السهارات مدنجان سهارات اللي نقول ناس القربي مع بعض ضياتهم فعلا نشوف ناس اللي كيعيش الحياة دالهم بكل أريحية بحل يحتش حاجة مكانة وهذه ربما ومشي ربما أنا أكيد أنها كانت سبب الأسباب اللي خلانا نشمع حاليا أرقام مهويلة والمسؤولية أيضا كيف قلت كنحملها حتى الطرف التاني اللي هو الحكومة الفرنسية علاش لأن حلتي المواطنين أنهم يخرجوا وقلت لهم بون سلينا من الكونفينمون دونك خليت مكليكم إذا تخرجوا تعيشوا حياتكم كانت واحد ما كانش توعية ما كانش توعية نهائيا حلي نسينا أن لازم علينا أننا نوعي هذا المجتمع ولو أننا خرجنا من الكونفينمون أن رهن نزيل هنا وأن ندير ربما نكتر من الوصلة الإشهارية اللي نوعيو فيها واللي نحس بها بالمخاطر فكان ربما واحد إهمال من الجانبين يعني من الجانب الحكومة مستوى الإشهارية لا في المغرب ولا في فرنسا ولا في باقي الدول الأوروبية كانت وصلت محششيما كانت تلقاها مره مره فيك الدول مره 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 تعبئة كبيرة باش نوعيو فمن لهموش غير طرف واحد كشالش فما فوق الإصابات فشهر ديال الكونفينمون أنا شخصيا وذا كيبقى رأي شخصي كانظر أن ما غير يكونش كافي منقدر نصل لحواج خورا منقدر نصل لشهرين تلت شهر حتى الربع شهر ربما تبريجيين ولكن أنا شخصيا جسو بيرس يدي أن شهر واحد ما غير يكون كافي ومنقدر نتأكد من هذا من الأيام القادمة ولكن اللي كان نتسألو حاليا هو أننا إحنا دابا كانعيشو كنفينمون للمرة التانية هادلو كنفينمون أكيد ما غير يبقاش مدى الحياة غدي وصل واحد المدة وحد الفترة اللي غدي نحبسو في هادلو كنفينمون فما بعد هادلو كنفينمون عود تاني واش غنعودو رتاكبو نفس الأخطاء واش غنبقى وإحنا كنضورو في حلقة مفرغة ننفينيو وننفينيو نديرو نفس الأخطاء ونعودو ونفينيو ما ممكنش لنا نكملوا حياتنا بهذا الشكل هذا فهنا ربما السؤال اللي خصويت تطرح والمشكل الأساسي هو ما نعودوش نفس الأخطاء اللي درناهو في البخومية كنفينمون كنتكلم لأخطاء المغرية نجدنا يهودة الدراسات إلى حدود الآن كتأكد بأن الفيروس كورونا ما زال مستمر معنا وإن وجد الحل فهو ما زال مستمر معنا يعني حتى إذا تلقى اللي قاح الفيروس غير سمر غير يولي على شكل ربما إنجريب كتجي ولكن إذا كان إنسان فاكسيني وتأخذ الأدوية أقل حدة ولكن كوفيد رغماشي فيروس اللي غير سالي في شهرين ولا في ثلث شهور ولا في ثلث شهور ولا في عام فيروس لماذا زال مستمر معنا نترجع وربيع لأنه القولي غير الحل باش يضيجي أقل حد وميبقاش يدي الأرواح ما وراه الفيروس مستمر وحسب دراسة طبية كل الحديث اللي متواجدة إلى يوم من هذا اللي بدى الفيروس إلى يوم من هذا وإحنا كنتبعوها كوفيد ما زال الرحلة دياله طويلة جدا ترى كنا بدون شك ما ياخدكش فيها شك أن فيروس كورونا غينضم لإحدى الفيروسات أخرى اللي احنا متعايشين معها حاليا حالا قريب إحنا دابا كنسمعوها قريب كتجينا شيء عادي ولا قريب كل شيء يتصب لها قريب فأنا نسمعوا كورونا بحل قريب غير هي غير هي سيطرة عليها ستكون بشكل أكبر ذكرتي واحد المسألة مهمة هو أننا عشنا الفترة دياله ديقن فينمان على آمل أن الفيروس راه دابا حاليا راه مخداميا وغاديجيبوا لنا وغاديجيبوا لنا وغاديجيبوا لنا وغاديجيبوا لنا أننا سيكون واحد لفاكسن لذا عشنا على هاد الأمال ولكن نسينا أن حاليا راه باقي مكينش بفاكسن ما لغزمه وباقي كينا كورونا فهذه هي الحقيقة الوحيدة اللي كينا ولي خلنا نتعيش معاها ونتعلموا أننا نتعيش معاها بأقل ضرر ممكن نعم طبت الحل كنا مجموعة متجاريب سريرية ولكن لحدود لآن ما كنش حل جدري أو النهائي الفيروس نزال ما تلقى تاجي حاجة حاجة كيما قلت الحقيقة الوحيدة اللي عندنا الفيروس يقدر يقتل ممكنش نمشو بمبدأ القمار يا نربح يا نخسر آبا يجي ومت وادك تغلبت عليه وادك إذن خاصنا نشو بمبدأ التخوف من المجهول إنسان يخاف من هذا الفيروس هذا يدر الاحتياطات والإجراءات إلى كتاب وانت درسي جميع تدابير إذن خصنا نعرف هذا المبدأ هذا خصنا نستحضره الناس اللي كتتتحضر المبادئ الديني يا راه ملي ما كان ديش البافيت وما كان حميش راسي وما كان حميش النسي الضربية ألقي بنفسي لتالي وبالتالي وحاسب على ذلك آآ للا آآ نبيلا نفسيا اقتصاديا اقتصاديا عفوا إحنا منهكين هذه مسألة اللي صبحنا كنشوفها في المستوى المستوى الاجتماعي الناس دا بولت إلا دررها راسا كتقول كوفيد وربما كان بعض الناس اللي ولا غير كلمجوش كمشي دير تست تلمان واللي نفسي شكما يعني مديرانجين بهذه المسألة هذه جانب آخر هو على المستوى الاقتصادي ما كانش فينا اللي ما تتضررش الناس اللي بقي كيدوز لها صالير والناس اللي يعني اللي عندها الفلوس كيف ما تنقوله والناس اللي ما عنداش والناس اللي فقدت العمل دي لها كل شي تتضرر لأنه كل واحد كان عندونا مطموعين في الحياة اللي بزمنه تراجع في هذه المرحلة هذه كينا فئال المتضرر على المستوى الاقتصادي بشكل كبير قطعات اللي وقفات قطعات اللي مياومة اليوم ما كينش تقامي ممكنش يعني إنسان اليوم ما ممكنش يمشي ياخد مساعدة من الموقف أولا مثلا مساعد بالناي أولا شي حدلي كيدرش مهنا معينة يجي بركوليك في الدار إلى غير ذلك كينت تخوف الإنسان ما غايزعمش يقولك الله ما نقدرش حسدوزاد الأزمة لا بغتنصلح شي حاجة ولا كده ما غنزعمش دابا إذن كينا بعد القطعات القطعات السياحية الفندقية مجموعة من القطعات اللي فعلا بنسع لها بوادر الأزمة دراسات كثيرة كتقول بللي الأزمة الاقتصاديين بعد كوفيد ما زالا مطولة لأنه التدعيات ديالها ربز كاتبان وما زالها طولة وخيسة لكوفيد ما زال دقاغ نحسو بها لأنه ما زال على ما نعود ونقف على رجلينا لاحظنا بأن هذا الويكند هذا من بعد القرار ديال فرنسا كانوا انتظارات ديال أنه انتفاجئوا بقرار ديال أنا نرجعوا للكنفينما خرج للأسف واحد البلاغ اللي فنداتوا الحكومة يعني اللي كذبتوا الحكومة كون أنه تم تداول القرار لغير ذلك في انتظار أنه يخرج القرار يوم الأحد من سبيل البصل اللي تداول عبر الفيسبوك بجموعة عادة الأمور بالسبالك فضل وضعية اللي احنا فيها فضل ضرفية اللي احنا فيها العدد اللي كان نواجهه بشكل يومي واش ممكن ممكن أننا ندخله في كونفينمان ثاني في المغرب إذا كالعكس واش غنقادر نسير صعوبات الاقتصادية والشميعية والنفسية والصحية اللي احنا قدام بالصحة المسألة اللي عايشين هذا بار احنا يعايشين فلو فلو عارفين بأن الأعداد غادية وتطلع بطريقة مهولة جدا وبالصحة أننا نحس برسنا أننا منهكين بعد نفسيا للأطفال للصغر للكبار لكل شي يحس برسه بأنه بدك يحس بالاختناق هذا الاختناق هو اللي يجعل الناس يسافروا أو اللي يخرجوا ويقولوا أنا ويجعلنا نزيدوا في الأعداد بطريقة وحدة أخرى هذا ما يقع هذا الأسبوع الماضي مع القرار اللي اتخذتوا فرنسا وليس فرنسا بوحدها لأن إيرلندا ألمانيا إنكلترا يعني بزاف ديال الدول في وقت واحد لأن بدت عندهم فصل الشتاء يعني يدخل الخريف ديال فرنسا وديال أوروبا يكون شوية قاسح دونك سافي بدأوا المالد بدأوا ديال غريب سيزانيار ودأ كل شي يدخل والناس وصلوا للمرحلة أن 90% ديال أسر عمرات هذا هو لشخل لهم أصلا يدروا الكون الناس عارفين رأسهم أن هم يدروا الإحتياطات وعارفين رأسهم أن أنا سنذهب بعيد ألو ما عرفتش أنا شخصيا كنظن بأن واش ندخلوا الحجر الثاني نحن رأس ندخلوا ليه وفت كل منطقة بوحدها رأس في الدار البيضاء يعني الكبرى دخلت ليه يعني شهر ولو قبل منها كانت مثلا مدينة المحمدية كل مرة كانت هاي أسبوع هاجو الأسابيع ثلاثة مدينة القنيطة رأحت هي دخلت الأسبوع اللي فات مدينة فاس ولو ما كانوش فيها أعداد كبيرة ليل تلعيد ويتقول مدينة فاس هي دخلت في حجر يعني ما يدخل لات شي واحد إلا بأوتوغيزاسيون يعني بطريقة أخرى حنا رأس نتهي ونفسيا أننا نقدروا ندخلوا في ثبات في هذه المرحلة هذه يعني لأن بالصح وصلنا لحجر خطرير يس المؤكد أن معمر الحجر الثاني سيكون بحل الحجر الأول يعني رأت الحكومة رأت يكتعلم من ما مضى يعني حل هذا يوقع في جميع الدول نحن نقول في الأول كانوا إجراءات احترازية وكان ذك شي قاسح ورغم ذلك الناس كانوا يخرجوا دابا أنا كنظن بإني إلا كان حجر سيكون بطريقة مختلفة يعني بزاف دي الشركة طلب منهم رسميا أنهم يعطون الناس لتخدم عن بعد لتقل الخروج ودخل ما نظن أن المدارس ستسد بالنسبة الصغار ولكن الجامعات والكليات الأغلبية طلبوا منا بأن الدروس يكون عن بعد الأعداد الكبيرة جدا يعني الدروس الحضورية تكون جز على جروب غير ستخان دونك هاد شي نقدر ندخل في حجر كم نقدر لا ندخل فيه المشكل أن إذا ندخل في حجر ثاني ستحد شي يعني ممكن ندخل الاختيار الذي قدرت بريطانيا موقيتها سنجعل المجتمع يتعاد 70% من المجتمع تصاب بالفيروس لكي تصبح المجتمع ولكن أكل مغامرة كبيرة ولكن هذه دخلت الحجر دخلت بريطانيا الحجر أنا ذلك كنت قلت ديك لوقيتها دخل مخشو لذلك ما هي الكنكليزيون هي أن كل بلاد أو كل حكومة تحاول تدير ذلك شي على القدرات بقدر المستطع يبلغ هذه صالحة هذه الوقيتها مزيان وشو يبلغ هل رخطأت فيها نعود ديها كل شي يجرب هذا لأن لم يكن شو واحد عنده غوثات لم يكن واحد عارف ماذا سيبير بالصح أن نيلة دخل حجر شامل ستكون ضربة موجعة على المستوى الاقتصادي المستوى الاقتصادي نحن نعرف ماذا في بلاد المتعارة كينادبة أصلا على المستوى النفسي ستكون شي كبير يمكن بنادم الساعة لم يكن قدرة الاحتمال ونستطيع تقع حاجة لا نرى حاجة لا نرى حاجة لا عارف بعضيات وعارف ما كان لدينا وعارف بنادم من يتخذ وعارف الجوع من يضرب بنادم وعندما يقدر يقع حاجة لنرى كل شي ممكن نحن مقبلين على فصل الشتاء وكل ممكن مع الأعداد لدي تخوش كبير هذا الأسبوع من الأعداد التي سنرى مال السوكينا سنرى هذه الأسبوع سنرى أعداد التي سنرى الله حضر السلامة ولكن سنرى 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 من خلال الأستاذة حاليا المشابع المغربي خايف من احتمال وقاعة في حجر صحي من المرة الثانية على نهج فرنسا نحن حاليا ندخلنا في حجر صحي نحن حاليا نحن حاليا نعيش في تحدي لأن الرئيس الفرنسي قال ندخله في حجر صحي ولكن تحدي هو أننا نصل خمسة ألف حالة في النهار إذا وصلنا إلى خمسة ألف حالة كان لدينا شوية الآمن لأننا نخرجه ربما من الحجر الصحي فمن قارنوش حسنا إحنا كمغاربة من قارنوش حسنا بفرنسا لأن فرنسا كتسجل كتر من ربعين ألف حالة في حين أن المغرب كيسجل حاليا ثلاث فما فوق في اليوم لأنه من نسبة المغرب ربعالاف حالة وثلاثة وخمسمائة حالة فعلا فعلا الرسالة ربما اللي بغيت نختم بها واللي بغيت نوصل للمغاربة هو أنكم ما دامتوما ماشي في حجر صحي ما تركزوش على واش غادي نقدرون ندخلو كتر ما تركزو على الوقاية لأنه ما زال عندكم الوقت باش دار كل موقف هادي مسألة بغيتنا نركز عليها ما دامتوما ما زال ما دخلتوا في حجر صحي سواء كنتو غددخلو أو لما كنتوش غددخلو ما تركزوش على هاد المسألة كتر ما تركزو على أنكم دبع حالياً راح فيديكم فيديكم مأكلهم نقولوا الكورة باش أنكم تحدوا لأن احنا دبع فيدينا الكورة احنا وخا دبع في حاجر صحي احنا في الحالياً اللي كان سكونوا في فرنسا ولكن لحلينا الكورة فيدينا وقالنا التحدي هو أنه إلا وصلنا الخمسة لفحالة راحنا مقدرون تكلمون ربما على إمكانيات أننا نديكم فينا مرة أخرى ولكن في المغرب هي صعيد فعلاً أنا ديرتراسي بلاسكم لأن المغرب في واحد المدة نشاف واحد المنهج تخفيف من حالة طوارئ كيف شفنا مؤخراً فتح المساجد اللي كانت مغلقة مدة سبعة أشهر فغيكون صعيب أننا نقول للمجتمع المغربي مرة أخرى سد الباب ديالك وما تخرج ولكن انتوما ما تخليوش أنكم توصلوا لهذا الحالة هادي لأن ما زل في يديكم أنكم تتركوا الموقف مدام توما ما زل ما وصلتوش للحجر الصح الله أعطيك سحمان ديما يتسلك هودا لأننا بلا رسالة مباشرة ختم الحلقة شو نمتلك شكورين أنا كنقول لأي واحد فينا بأننا الوحيدين المسؤولين على راسنا يعني وخيكون حجر الصحي را كنا في حجر الصحي وكانوا ناس ما كيحترموش الحجر الصحي الأسباب ديالهم هما اللي كتخصوهم هما احنا ما كنحكموا على شي واحد ولكن كنقول اليوم بأن كل كيسوا ذك الشي اللي دارت الحكومة أو اللي قالت لنا نديره أو اللي فرضت علينا را كين دائما الناس كيلقوا مليون طريقة باش يديروا اختراق لهادك الشي اللي تفرض علينا دونك توتاد بأن الحجر الصحي للدار هي طريقة للردع المباشر اللي كتقول ناسا في بطريقة يعني قطعية بس ما باقيش احنا يا غادي نتحركو لإن انت ما كنتيش قد المسؤولية دونك مني كان قلوه احنا يا راه بصح راه ليشي فحنا يا عنا راه موهولين راه 4500 كا قال الله هودا راه عنا بصح راه مشكلة كبيرة لإننا عنا بزاف الناس ما مدكلاريينش ما قيلينش بأنهم مراد يعني راه داكلو الشي فحنا يا راه فواديس راه ما عرفش شنو كي ولكن فغيم احنا يا كل واحد فينا هو المسؤول الوحيد على ذاك الشي اللي غادي وقع به وإلا كانت حياتك فغيمة ومعزيزة شعليك الله يعطيك السر شغلك هاداك غير ما تقاديش الناس اللي يضايرين بيك راحنا كلنا تواحد فينا ما خاصو يقادي لاخور إلا بغيت ندراسي سما بأختيان ولكن لودخ مدالية شي حاجة حيث هو مبغاش يدراسه وكيحاول يحافظ على راسه دونك نحاول نحترمه غير هاد المسألة الحق في الحياة هو حق دينا جميعا وكيحسنا دائما نحافظ عليه الله يعطيكم سحال لاختكم شكرا جزيلا كنا نريد أن نتقدم شكر جزيلا لهذا الزرق صحفية ومؤثرة وصانعة محتوى بفرنسا شكرا لك على المشاركة الطيبة وقرب سينما الصورة لاختك بارك الله فيك لاختك نشكر أيضا لأستاذ نبيلة بن أحود لأستاذ التواصل ومخصصة في المرمجة اللغوية العصابية على غين النقاش معك شكرا جزيلا لك جلسة دائما رائعة برفق سكلا نبيلة للاختك شكرا لك شكرا للا سوكينا شكرا على الاستدافة شكرا للهودة شرفت شرفت نكون معكم في هذه الحلقة شرفتني وشكرا لكم على إغناء النقاش ختاما مشاهدينا الكرام كي ظهر لي بأنه ما بغناش نوصل المستوى للكلام كثير والسوكات حسن لا بقي في الدينة أننا نتكلموا ونوعيوا بعديتنا ونخافوا على بعديتنا ونديروا المجهود السيد الرئيس الحكومة صرح بأن الوضع صبح مقلق وإحنا كان قلوه بل الوضع ممكن يصبح كاريتي إلى مجمعنا شراسنا كما كان قلوه بمصطلحنا الدريجي ملخر إذن كل شي بقي بالدين بين الدينة والله يسقل لكم توحشنا بعديتنا كل نعينا كلنا بغينا نخرجوا كلنا بغينا نصافروا كلنا بغينا نشوفوا حبابنا كلنا بغينا نشوفوا عائلتنا كلنا بغينا نقلصوا برحتنا كلنا بغينا نعيشوا حياتنا بشكل طبيعي كلنا بغينا نقلبوا على رزقنا كلنا نخرجوا كل الصباح باش نقلبوا على رزقنا ولكن الله يخليكم وانت خارج كتقلب على رزقك فكر في واحد آخر اللي بقي ملاقيش أول اللي صعيب يلقى فالضرفية هذه فلس نفكر على بعدياتنا الحمد لله احنا مجتمع كيمتاز بالإنسانية وكيمتاز بروح التضامن والتكافل احنا مجتمع اللي كان متاتلوا القيم الإسلامية الإنسانية والقيم الإسلامية كتقول باللي حريتك انتهي عند حرية الآخر والقيم الإسلامية ايضا كتقول باللي الخير اللي كان بغيور رأسنا خلصنا بغيور الآخر وبالتالي الله يخليكم ما مطلوباش مننا شي حاجة اللي خارقة للعادة مطلوب منا نعقموه الدينة إلى ما عدناش ما فحلناش غلمة والصابون ما عدناش غلمة ومصحوق ديال التصبين نغسلو به الدينة ونضفونا عقموه ما عدناش ومالقيناش أقل الإمكانيات الممكنة ونظن أنه ما صعبش علينا أن ناخدوه صابونة بجوش ديال الدرهم ونغسلو به الدينة كل 30 دقيقة نديرو البافيت ديالنا بسفر فاصلة 8 سنت إذا ما عدناش هذك سفر فاصلة 8 سنت أي خرقة في الدار ناخدوها واللوي ويعلازوش ونشوفوا الطرق صبر الله كل شي كيقدر يوصل لكونيكسون كل شي كيقدر يدخل لإنترنت وندير هذك الخرقة على وجهي ومن اللي نجي في العشية نصبنها أو ندرجوش خرقات في النهار ونصبنهم ونعقمهم إذا المسألة رأسه ليلة بغينا ما فيها باس إلا تلقيت معاجرتي وكتلها صباح الخير ليلة من بعيد وما سلمت وما تعانقت وما درت شي حاجة ما فيها باس إلا تقديت مرة في يومين عواض كل نهار أو لمرة في ثلث يوم عواض كل يومين ما فيها باس إلا أنا دخلت للحجر الصحي بشوية بشوية مخافة على رأسي ومخافة على وليداتي ما كيلاش نخرج لأي حاجة بغيت نخرج نتنفس بغيت نخرج نتسارة بغيت نخرج من حقك ماشي مشكلة ولكن وأنا خارج نعرف باللي ممكن وأنا داخل نجيب معي وحد ضيف غير مرحب به يقدر أنا منعتي تعتقني ولكن منعتي ولداتي أو والدية أو للزوجيالي يقدر تكون أقل قوة من منعتي وبالتالي نشوفو اللي عزيز علينا كي تمحن قدامنا وما قادر نش حتى أننا نعونه ما قادر نش حتى أننا ننرولي كما ذاتي جل صد كيف ما تنعرفه ما قادر نش حتى أننا نعطوه الدواء ما قادر نش نحاديه وما قادر نش نوصله يدرلي بأن الصورة رادراماتيزية بما يكفي نكون أكتر حرص ونكون أكتر حضر لأنه في هذه الظرفية الحالية إلى مجمعنا شرصنا القادم سيكون أسود وربما إحنا نقلبوه لأنه القادم يكون أجمل ونقدرون نحيطوا هذه المصيبة الكبيرة اللي إحنا فيها كنترجم الله أنه على الأقل يلقأنا اليوم يحركوا 11 واللخمسطاش دي الناس اللي حتى وما بدورهم يحركوا نسخورين ويغدى حتى تعمل التوعية أنا عارفة باللي الكلام بكي أضطر في الجميع ولكن عفك خف على جيبك إلا ما أختيش على صحتك حيث إلا ما أختيش على صحتك اليوم غضمغت القامة صرف لأنه كلنا سندخل في إزماء شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة أريد أن أشكر كريم نايت سيف الإشراف التقني شكرا لكم أو في أنا الكرام نعود ونلتقي الأسبوع المقبل على أمل أحسن وأجمل وأرقام أقل دمسون في رعاية الله ليلة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة